بسم الله الرحمن الرحيم بكاميرا برنامج الجريء نرصد المشاكل على الطبيعة وبنجيب الانجازات يعني بينجيب الرأي والرأي الاخر وقبل كل شيء كل مصلحة فيها الصالح وفيها الطالح يعني فيها الحلو وفيها الوحش طبعا احنا شايفين السيد الرئيس بينزل بيتم افتتاح مشاريع طبعا في العاصمة الادارية في الجلالة على مستوى جمهورية مصر العربية 27 محافظة ومن جانب اخر شايفين طبعا الناس اللي قاعدة برا عمالة هاجم في مصر على الشاشات الفضائية اللي هي مأجورة على مصر بتجيب مصر في اوحش صورة ما عندهاش حاجة حلوة على مصر كل حاجة فيها نقد مفهوش بناء ولا فيه نقد منهجي كل النقد بتاحهم بإساءة لمصر مش عارف عاوزين ايه من مصر طبعا احنا المصريين ام فرباط ليوم الدين عمر مصر ما هتتهد مصر فيها رئيس قوي فيها رئيس محترم فيها قيادات تنفيذية محترمة فيها قيادات زيادية محترمة رجال قوات مسلحة محترمة رجال الجيش السالس الميداني بمحافظة السويس طبعا كل يوم بنشوف المحافظة يعني في المقدمة وطبعا مش هننكر يعني احنا مش هننكر خير او اه وقوف رجال الامن الداخلي اللي هم رجال الشرطة اللي هم بيقفوا على الكمائن والكنائس ليهم دور كبير جدا ولازم اللي احنا برضو ندعمهم كان عندنا طبعا اه انا محمد برسالة من اهالي او شعب السويس الى السيد محافظ السويس على الهواء مباشر طبعا عندنا اه طريق مصر السويس الكبرى الجديد اللي اتعمل هناك امام اه مدينة السلام اتنين امام شارع ابراهيم نافع والكلية او الجامعة هناك جامعة السويس تم هناك اه اكتر من كذا حدثة فطبعا الناس بتناشد السيد المحافظ بعمل اه انفاء او عمل قبري للمشاه للمرة للمواطنين خوفا عن يعني او خوفا على يعني المواطنين هناك من الحوادث وقصرة الحوادث اللي بتحصل هناك فطبعا احنا اتوصلنا مع السادة المسؤولين وان شاء الله يتم انشاء كبري من خلال طبعا رجال القوات المسلحة هناك الهيئة الهندسية ان شاء الله يتم كبري انشاء كبري هناك للمرة للمواطنين السويسة وتم عمل هناك طبعا في الحواري او الشوارع الداخلية تم عمل انشاء مطبات صناعية طبعا عشان العربيات اللي ماشي على السرعة الزائدة يتم التهدية بتاعتها بنشوف السيارات بتمشي بسرعة يعني جنونية بتطلع على الكبري لو السرعة المرور محددة ستين بيطلعوا هم بقى تسعين مية مية وعشرين مية وعشرة كلام كلام دا ما يصحش يا ريت نلتزم بقواعد المرور ونمشي على قواعد المرور ونطلع على الكبري ستين وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن اتجاه الشعب المصري والشعب السويسي هنطلع كده الفاصل يا ريت الاستاذ محمد المخرج يطلعني لتقرير طبعا للدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ونجيب ضيف الحلقة ونرجع تاني مشاهدين القرام من محافظة السويس اهلا وسهلا بكم على الهواء مباشر من داخل قاعد المؤتمرات بمدرية الصحة بالسويس نلتقي بالدكتور عبدالله رمضان نائب السيد المحافظ مرحب بيك دكتور اهلا وسهلا دكتور النهاردة عوزين نتكلم بقى عن المؤتمر كده على الهواء مباشر المؤتمر النهاردة الحقيقة كان بيستعرض الجهود اللي قدمتها محافظة السويس لدعم المنظومة الصحية منذ انقرر اللي هو اركان حرب عبدالله محافظة السويس في مارس عشرين عشرين انه يدخل الى بموارد المحافظة الى دعم المنظومة الطبية كان الموضوع بدأ زي ما حضراتكم عارفين بمشكلة المتعاقدين المحافظة على مدار الفترة اللي فاتت قدرت تدعم مدارية الصحة اهم مظهرين للدعم غير الاجهزة وغير الحاجات اللي اتكلم عنها السادة المتخصصين اللي 54 سرير اللي اتفتحوا في مستشفى الحميات والنهاردة الخبر الهام ان سيادة المحافظ صدق على شراء عدد سبع جهاز تنافس صناعي فينتليترز جديدة دي تقدر تشغل 14 سرير رعاية مركزة لحالات الكوفيد 19 ده بالاضافة الى شراء 15 موليتور كامل بمجتملاته اجمال الدعم السيادة المحافظ كده قدر يوفروا خلال الفترة البسيطة دي 11 مليون جنيه السيادة بيأكد ان الدعم مستمر ان شاء الله لدعم مديرات الصحة عشان للسعدادات للكوفيد 19 في الفترة الجاية ان شاء الله يعني في زل جائحة الكورونا ننبه او نوعي المواطنين يعني طبعا يعني الارشادات الصحية هتكلم فيها معالي الدكتور في المؤتمر وانا بوصل سيادتك بنشرها كلها للناس زي ما سيادتكلم التباعد الاجتماعي الكمامات خلاص حاجات يعني كلنا عارفنا ويعني الوقاء خارج من العلاج وربنا ان شاء الله يسترع على كل المصريين وعلى الشعب السويسي بخصوص اشكركم شكرا جزيلا مشاهدين الكرام طبعا التأريد يتحدث عن نفسه من داخل مدرية الصحة بالسويس طبعا شفنا يعني او سمعنا اخطور عبدالله رمضان قال ايه طبعا 11 مليون دعم من محافظة السويس طبعا لمدرية الصحة في جاءحة كورونا وفي ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها قبل طبعا مكمل التأرير او انجازات محافظة السويس يسعدني على الهواء مباشر ارحب السيدة المستشار شرف الدين محمد شرف النائب السابق عن محافظة السويس اهلا مرحب بيك ست المستشار اهلا شكرا شرفت برنامج جري وشرفت طبعا مدينة الانتاج الاعلامي وقناة الصحة بنشكر برنامج جري وبنشكر قناة الصحة وجمال وبنا يبارك فيه وفريل اعداد والناس المحترمين هنا منور منور الدنيا طبعا نهاردة كنا في مديرية الصحة في قاعة المؤتمرات مع نائب المحافظة الدكتور عبدالله رمضان تمام ومع كنا ووكيل اول وزارة الصحة هناك تحت طبعا رعاية اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر الرجل اللي عمل طفرة كبيرة في محافظة السويس نعم طبعا المحافظ دعم مديرية الصحة ب11 مليون جنيه للخدمات الصحية طبعا لسادة المواطنين وتم شراء اجهزة والنهاردة سمعنا السيد الدكتور عبدالله رمضان قال ايه في التقريب والله دي حاجة جميلة جدا وإحنا كشعب السويس بنفكر بنحترم جهود السيد الوزير المحافظ ودكتور عبدالله رمضان نائب السيد الوزير المحافظ في الاهتمام بشعب السويس من خلال الصحة لان الصحة والتعليم بأساس الدولة ونجاح الدولة فيهم يعني نجاح الشعب والارتقاء بالشعب نعم وصحة طبعا الصحة ده الأساس للإنسان مسلمة الإنسان فلما يعني إنسان المحافظ يوفر المبلغ ده 11 مليون جنيه لدعم الشيون الصحية بالخدمات والمناظير والأجهزة اللي احنا محتاجينها فعلا دي يستحق مننا نقول له احنا متشكرين شكرا لإنسان الوزير المحافظ شكرا للدكتور عبد الله رمضان شكرا للسكتور العام والسكتور العام الساعد والأجهزة التنفيذية احنا عاوزين الطفرة في القنابات الصحية خاصة إن فعلا إن السويس عندنا احنا حاليا بتنشأ متشفى التأمين الصحي الجديدة ومتشفى السويس العامي الجديدة نعم تمام على مستوى عالي جدا المركز العامي في 24 أكتوبر تمام يعني انا عاوزه دي فعلا دي لصالح المواطن نعم فإحنا فعلا محتاجين مش 11 مليون ده احنا محتاجين 110 مليون عشان الخدمات الصحية وتنتشر في السويس لإن فعلا دي يعني احنا كشعب محتاجينها ونفس الوقت في طبقات فقيرة محتاجة يعني تقدرش تصرف على التكاليف العلاج في المستشفى الخاصة أو في العيادات الخاصة وبالتالي دي لخدمة المواطنين فدي احنا فعلا ده 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 موضوع احنا بتوجه بالشكر والتقدير لسالة الوزير المحافظ وعاوزين مزيد من هذه الخدمات الصحية ونتوسع فيها كمان احنا توصلنا مع السالة التنفيذين بمحافظة السويس نعم تم طبعا عمل مطبط صناعية أمام جمعة السويس نعم في الحارة اللي فيها الخدمات بنطاق حي عطاقة نعم احنا بنشوف يعني سائق الملاكي سائق المقرباز يعني السيارات عمتا تمام بيمشوا بسرعة جنونية سرعة زائدة ووأة وهو أصلا الصعود على القبري يعني أخره المرور يعني قيل ستين نعم يعني نمشي ستين بنشوف الناس طايرة مية ومية وعشرة وبنشوف حوادث كتيرة لما احنا برضو مش حاوزين نجيب يعني اللوم الأكتر على السادة المسؤولين نعم فيه برضو احنا قلنا السوائم بتمشي بسرعة وبردو توصلنا قالوا ان شاء الله الهيئة هتعمل كبري مشاه للسادة المواطنين بمحافظة السويس هو بالأمانة يعني طريق السويس القاهرة مدخل السويس بالذات لما أنشئ فيه الكبري ولما بدأ سيد الوزير المحافظ لعم جيد صقر أنه هو يوسع الشارع ويهتم بيه ويطور الشارع ويجمل الشارع ده أغرى القايد السيارات أنهما يعني ده الشارع فيه أربع خمس حارات أو ستة حارات نعم فبيجري بالسرعة وفيه منسابية جميلة جدا ولكن تقتضي يعني الحفاظ على حياة المواطنين أن أولا الرجل نوجه رسالة للمواطنين أن هي تلتزم بتعلمات المرور وقانون المرور تمام نعم ويتحفظ على صحة المواطنين لأن يمكن أزواج اللي فات فيه اتنين سيدات تتوفر واحدة اسمها فاطمة واحدة اسمها حنان وإحنا كشعب السويس العلم ستك الكل اتأثر شعب السويس كله بيتأثر بالحاجة زي كده وطبعا ده ده حياة وإحنا معرضين كلنا على عرض المشكلة دي يعني ثقافة التعامل في الطرق يعني أنا سفرت برة يعني كتير طلعت دول عربية ودول أوروبية ما باجا مش بمشي على خط المرور مثلا بيبقى فيه خطوط في الأرض بمشي عليها مجرد ما بحط رجلي على الأرض كده على الخط نفسه السواء أو صاحب السيارة بيلتزم ويقف يعني الحد حتى المرة يعدي وهو يبقى يعدي طريقه ده حقيقي احنا عندنا احنا عندنا ثقافتنا كده ليه الثقافة غايبة اه يعني بس أقول لسلك حاجة المواطن المصري اللي لو انت شبهت وقلت عليه فوضوي هنا في جمهر مصر العربية لو سافر راح الأوروبا أو راح الدول العربية بيكون الراجل نموذك في الالتزام نعم لان هناك في قوانين صارمة طب وليه احنا عندنا قوانين بس التنفيذ يعني عندنا قوانين صارمة وحاسبة وفيها جميع الحلول ومتدرجة ولكن عندنا هنا التنفيذ صعب صعب ليه برضو عندنا الثقافة نعم لو واحد داخل مصر هنا ضعيفة في هذا المجال والالتزام بيه ثانين برضو المجاملات برضو دي معروفة ويعني يعني عاوزينك برضو ايه يعني احنا عندنا هنا القدوة غائبة الى حد ما بمعنى يعني الكبير او القائد او المسؤول الاول في اي محافظة او في اي مكان لو هو بيبقى النموذج في الالتزام الكل يعمل كده نعم لكن احنا بنشوف يعني نكلم حقيقة نحنش عاوزين نحط راسنا في الرملة بنكلم حقيقة بنقول ايه بنقول لا نحنا عاوزين الالتزام يكون من اكبر راس لازهر راس نعم وفي نفس الوقت العقوبة توقع على اكبر راس لازهر راس من هنا هتلقى كل يلتزم ما هستقابر بتيجي من اين يعني هنا بروح للامارات شوفنا بتيجي متباشي في الطريق وتيجي على الاشارة ممكن تلاقي غير غير الامارات بتلاقي وبيش العربية بنتكلم معايا في حلقات سابقة تمام بنتكلم احنا اتكلمنا طبعا جبنا 27 مشروع طبعا لمحافظة السويس طبعا احنا اماننا على الشاشة امام حضرتك طبعا انجازات محافظة السويس ده ما بناء محافظة السويس طبعا زاهم احنا شايفين يعني حرام الانجازات دي الديع لازم اللي احنا طبعا نجيبها ده ميدان المحروسة امام حضرتك بنحافظ على الجماعت وده ميدان نهضة مصر شايف الطرق حضرتك الشهر اللي فات والشهر اللي قبله سات الوزير المحافظ افتتح ميدان المحروسة يعني السويس حضرتك كانت كده لا بصراحة يعني حاجة طفرة جميلة يعني احنا ماشينا عالطريق والشعب يعني فعلا راضي بالمستوى اللي وصل إليه في المادين الرئاسية والشباعة الرئاسية ولكن برضو بينتظر المزيد في البربعات السكنية والحقيقة الشعبية والمادين الداخلية ان احنا عاوزينها برضو تبقى زي ايه زي شعر رئاسية بص شكل الجمالي بالسويس انا طبعا السادة المحافظ مع السادة التنفيذين كل واحد ياخد حقه نابنينزل معه جنينة حديقة الفرنساوي يا خبال حضرتك فيها تمام النهاردة طريق برطوفيق طريق برطوفيق وحاليا طريق برطوفيق من عندي سينما ريسانس لغاية برطوفيق انا شايف فيه تطوير جديد بمعنى ان هاي روح لغرداء وشوف الممشى هناك وحاجة عظيمة جدا تروح برسائية لقى الممشى هناك هستازنك معانا مداخلة هاتفية معانا الاستاذ محمد فتحي مدير جهاز الطوارئ والتدخل السريع سابقا بالمحافظة مرحب بيك استاذ محمد مرحب بيك يا ريت بس وط التلفزيون شوية او نبعد بس شوية للأستاذ الشرف والأستاذ المشاهدين دي سلم يا رب السويس يا أستاذ هاني بقت حاجة تانية في عهد سيط اللي هو عبد المجيد صقر محمد السويس ودهاز التنفيذ المعاون ديه طبعا من الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالي السعادة والسكرتير عام والسكرتير عام المساعد لعمل اهات انت شوف النهاردة السويس شوف الميادين وشوف الطرق شوف طريق الخدمة من فيصل لعتق النهاردة عامل ازاي جناين على الشمال والليمين شوف الميادين اللي تعاملت الجديدة يعني الراجل مش مداخل جهد من أجل الحفاظ على جمال والسويس وطبعا شعب السويس ينتظر الكثير من الساد اللي هو عبد المجيد فارق وهو الراجل طبعا بيقول بيقول السويس محتاجة مننا ما لسا عملناش حاجة السويس محتاجة مننا الكثير والكثير يعني السويس بتتغير يا استاذ محمد طبعا طبعا الوضع اختلف جدا جدا يا استاذ هاني طبعا عاصول حاجة يا استاذ محمد وشعب السويس طبعا عانى كثير وطبعا بقيت شدها يا استويس شوف السويس الاول وشوف السويس حاليا طبعا نسمع استاذ محمد خير وشاهد على هذا الوضع يا استاذ محمد هنسمع كلمة المستشار شرف لحضرتك طبعا عمل طفرة كبيرة في جهاز الطوارئ يعني السويس اتغيرت على يدي الاستاذ محمد طبعا مع السيد المحافظ محضرتك اللي بيتم في السويس هنا يعني يعتبر ده فريق عمل عمل جماعي وطبعا بقيادة السيد وزير المحافظ في الاحياء السيد الرئيس الاحياء السيد العموم النائب المحافظ الامن ومدير الامن يعني بصراحة في منظومة عمل شرالة لقيمة المواطن برضو كلمة واجهة للسيد محمد انا رجل شعبي يعني الحمد لله غالبية شعب السويس انا عرفهم هم عرفيني وفي نفس الوقت القيادات التنفيذية اللي كانتشغالة يعني السيد محمد ده كنت تعرف انه كان شغال كنت مشوفه شغال في جهاز التكميل والنظافة وكان على وقته لحد ما كان الشغل الشغل كان محترم وايه اول باول في الراتش بتشال في الاماكن بذات الشعبية والاماكن البعيدة والاطراف فكان فيه شغل فعلا لا الصراحة المشايف الشوارع لا حاليا الشوارع يعني الراتش والمخلفات المعملية كترت ممكن في مربعات السكنية والأحيات الشعبية موجودة حاليا يعني احنا بنقول ايه كل واحد يستطيع ان يحافظ على البلد ويحافظ على السويس ويحافظ على نظافتها احنا بنرفع لقبعة نعم تمام فإحنا محتاجين الثقافة تنتشر لدى الكبير والصغير والشباب والفتيات الكل والمساهمة ايضا كمان المساهمة المجتمعية يعني احنا برضو شوفنا لحظات سابقة ان فيه ناس من رجال اعمال او فيه ناس قيادات شعبية واولادهم بينزلوا وشباب بينزلوا ينظفوا المربعات لا يا صور نعمد على الهوى معانا لا بصراحة كان نظام عرض من وجول الشكر على الفترة اللي قاعد فيها كانت فترة محترمة ونتمنى ان يرجع تاني ويرجع غيره تاني ويزول العمل لانه انا عارف الراجل ده بيعشق العمل وغير ساعدتك فحرم ان احنا نستبعده حتى عن ايه عن زولة العمل اللي بيقد في النهاية لخدمة المواطنين فاحنا يعني عاودون سادتك الله يخليك دي بلدنا اوستاذ شرف وكل ده واجب علينا فيها دي بلدنا طبعا واحنا يعني اتباها كلها السويس نعم نعم نتوجه لك بالشكر اوستاذ محمد وان شاء الله السويس في المقدمة والاحسن والاحسن اشكرا اللي انا عاودوا لسادتك سادتك سادهاني الصراحة يعني انا اطع حضرتك على الهوى مباشر اوستاذ محمد فتحي الراجل ده يعني كماسك الطوارئ والتدخل السريع اوه مش عاوز اقولك هو كان الخمس احياء السويس مكانش حد يجرؤ يرمي رتش ولا حد يقدر يرمي اي حاجة في الشارع وهو في الخدمة امانة ربنا هو طبعا ده انا كلمت في الجزية دي انه برضو بضيف عليها ايه بضيف عليها ان احنا في مصر حاليا في مصر كدولة بنعيش يعني لحظات كويسة جدا بنشوف السيد رئيس الجمهورية رئيس عفتح السيسي بينزل بنفسه شبه يومي في المهدين والشوارع في المحافظات خاصة في القهرة وشرق القهرة بيتابع المشروعات القومية بيتابع المدن الجديدة بيتابع الكبار الجديدة والسيولة المورية والانشاءات الجديدة واللي بتخدم الملايين وبتخدم الشعب واللي فيها الاف بل مئات الالاف من الشباب اللي بيشتغلوه وغير بسعادتك ده القوة بتاعة مصر حاليا رئيس عفتح السيسي وبالتالي هتلاقي استدر محافظين هتلاقي استدر هتلاقي استدر انا شفنا رأيو نهار دا ز говорил انهار دا quan طب نقول احنا لمنتخب مصر الف مبروك كسب تلاتة سفر طبعا من خارج ارضه الف مبروك والله تصفيات بقى ان شاء الله باذن الله مصر في المقدمة انا لسه بتكلم عن الناس اللي قعدة طبعا على الشاشات المأجورة الفضائية اللي بتهد مصر احنا المصريين امه فارباط اليوم الدين محدش عارف يهد مصر ان شاء الله مصر في المقدمة ومصر في الاحسن تكونت معايا حضرتها وبرضو بنوجه بعد اذن حضرتك في مناسبة الكورة برضو بنوجه دعوة ان ربنا يشفي اللاعب المصري العلامي محمد صلاح لان احنا عرفنا ان اصيب بالكورونا بكل شعب مصر بيدعيله والراجل دراجل الانسان طيب برضو كابتن محمد ان ان اتصاب النهاردة برضو كورونا ربنا يشفي عنه ان شاء الله كل انسان مريض ان شاء الله لان دول صروة قومية ورفعوا اسم مصر رفعوا على المستوى العلامي في اوروبا وفي العالم كله الكابتن محمد النجي والكابتن مؤمن زكريا كمان يعني ربنا يشفي عنه بإذن الله والف مبروك لمصر بالمناسبة الفوز النهاردة ومزيد بالانتصارات ان شاء الله عشان نيخش تصفيات العالم في كورت القدم ان شاء الله حضرتك كنت معايا في حلقات سابقة واتكلمنا عن 27 مشروع صرف صحي بمحافظة السويس تحت تعليمات وتوجهات السيدة اللواء ارقام حرب عبد المجيد صقر وطبعا الجهاز التنفيذي بالسكرتير العام والسكرتير المساعد ونائب المحافظة يعني حاجة جميلة جدا اتكلمنا طبعا عن الحاج سيد شحاتا الحاج خالف اللي هو عقبة الناس دي اللي هي مسكة الصرف هناك وعرضنا لهم طبعا هنا على الشاشة طبعا انجازات في طبعا ناس هناك شغالة زي صرف صحي طبعا في شركة المتولي هناك للمأولات عاملين في الجناين وطبعا انت كان يهمك خط الجناين نعم مهضر حقه هناك والمحافظ بص بصة للقطاع الريفي اهلينا هناك برضو ليهم حق علينا في الحياة انا شايف طفرة كويسة جدا في مجال الصرف الصحي اه بالزال في حي الجناين نعم ولان فعلا ده حي عندنا حي فقير وحي محروم من الخدبات نعم واحنا بنبصب بالكلام ده واحنا كسويسة ميرضناش ان حي الجناين بقى زل لغاته النهاردة محروم خاصة بالصرف الصحي انا عارب في بعض القرى محرومة فعلا لغاته النهاردة بص شغل على الشاشة امام حضرتك او اه على الرغم شغل في القطاع الريفي طبعا ده شغل شركة متولي مهني هناك للمأولات فيه خطوط صرف الصحي موجودة في بعض القرى امام حضرتك برضه على الشاشة وشايف فيه بحطات جديدة بتتنشأ اوه و27 مشروع ده حاجة عظيمة جدا للسويس طفرة للسويس واحنا محتاجينها نعم ولكن حي الجناين فعلا ده محتاج خدمات رهيبة لان لسه انا كنت قريب في منطقة اسم المنطقة او عارف نعم الترعة الترعة السويس دي اه الجنب الشمال بقى اولا مش مرصوف نعم اه مش بتدبش الجانبي الجانبيتين بتوع الترعة الترعة هتبقى مامشا ده احنا 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 ما تمنى كلام ده لا 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 ده المحافظ انا شايف في البداية في بداية شاحلية هقول لها النتج بس السيد المحافظ صرع عليها البرنامج الجريء اكتر من مرة ونزلت انا مع السيد المحافظ وحايلين في شغل بيتمفي اه اه والدكتور عبدالله ربطان لا ده هتبقى مامشا حاجة تاني يعني احنا نتمنى ده وهناك الدبش موجود ده باحسن انجاز ده بمدخل ده بمدخل ده بمدخل ده بمدخل الترعة ده من اول الترعة الاخرها تمام اه ترعة السيدس ما عليها هتتفرج عليها مامشا حاجة تاني يعني احنا نتمنى ذلك لا 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 ده السيد المحافظ زي ما بنتكلم على الجادات السيد المحافظ والمسؤولين اه في مجال الصرف الصحي نعم احنا برضو بنطلب المزيد في موضوع تحليط المياه احنا عندنا السويس يعني موجودة في نهاية المصاب بلنسبة النهر النيل وترعة السبعالية هي اللي بتغزي السويس من المية الحلوة لكن تب هاخد المدخلة دي وارجعلك على طول اتفضل انا معانا طبعا الرعي الغلابة الحاج اسماعيل ردوان صاحب شركات الردوان بمحافظة السويس مرحب بك حاج اسماعيل مرحب بك عزاني حاج اسماعيل احنا كنا بنعرض انجازات للسيد محافظ السويس وتكلمنا على طريق مصر السويس امام الجامعة وعن الطرق هناك وطبعا كان فيه حوادث وتواصلنا مع السادة المسئولين وهيتم عمل كبري للمشاه هناك وعرضنا طبعا الصرف الصحي والانجازات وعلى رأسهم السيد اللي واع عبد المجيد صقر ومعانا ضيف الحلقة السادة المستشار شرف الدين محمد شرف كلمني عن محافظة السويس الله خليك اللي احفظك والله اصدراني محافظة السويس كنتو فيه حاجة برضو يعني نسلينها او حاجة يعني بيش فاكرينها السيد المحافظ بيخدم سبع وعشرين محافظة في محافظة واحدة نعم يعني بش بيخدم السويس بس بس سبع وعشرين محافظة عاديين في السويس سيادة المحافظ الله يكون فقوله في اللي هو بيعمله هو والجهاز التنجيز اللي معاه تمام ورجال الاعمال اللي بتطور معاهم اه يا استاذ هاني احنا عندنا الجمهورية كلها قاعدة في السويس فاحنا لو بنخدم السويس بس السويس كالبات وربا لكن سيادة المحافظ بيخدم الجمهورية كلها قاعدة عندنا في البلد يعني احنا يا حاج اسماعيل بنقول السويس محافظة وفيها ستة وعشرين محافظة يعني انت عاوزت تقول السبع وعشرين محافظة في السويس اقول لك انا ليه عشان هناك فيه اه طبعا السويس قاطرة التنمية عندك خمس مواني عندك اه المصانع عندك الشركات عندك المحاجر عندك الجلالة السويس هي النهاردة جمهورية مصر العربية هي قاطرة التنمية يبقى احنا نقول الله كوفا هون ستة المحافظ نعم نعم انه بالشاي بالشاي المحافظة تسويس بس فلازم الناس لوحدها رجال الاعمال اللي هي اه قاعدة في البلد وبتفسد من البلد تمام؟ توقف مع ستة المحافظ واتساهم في المشاريع واتساهم في الاعمال الخيرية واتساهم في العلام وفي الاعمال الطبية ان هو ده اللي هنجح البلد تمام؟ فهم كلهم من خارج البلد ومن خارج الدولة تمام؟ وبيكسبوا مش وبيكسبوش هازينهم يوفوا مع المحافظة مع الدولة نفسها ويساهموا وعن بفيش حد ياخد حاجة وحطها بجيبه عشان البلد تستخدمي وتعمل زها تنية وتعمل زها مدارس وتعمل زها مستشفيات اكبر يجيبوا اجهزة للبلد ده عشان الناس يعرف تغيش الغلابة نعم وان احنا بنخدم وانكم محافظ يخدم سبعة وعشرين محافظة ومحافظة واحدة ان شاء الله اللي جاي احسن لمحافظة سويسا حاج اسماعيل طبعا بالناس المحترمة زيك كده ان شاء الله تحطوا ايديكم في ايضان بعض وتساعدوا محافظة السويس وعاوزين المحافظة في الاحسن والاحسن شكرك شكرك سمعت انت طبعا طبعا بالنسبة لكلمة الحاج اسماعيل على ان في السويس سبعة وشرين محافظة نعم يعني عاوز يقول ان جمهورة الوسط العربية الشعب مصر كلها موجود عندنا في السويس يعني تلعينا اسم من الدقاهلية تلعينا اسم من الاليوبية تلعينا من الصعيد من البحيرة من الشرقية من سهاج يعني مصر كلها موجودة في السويس مضيحية يعني مضبوط وده ممكن مش من النهاردة يعني لا ده هو من قديم الازل لان السويس بموقعها الجغرافي وزي ما قلت قبل كده عبقارية الزمان وعبقارية المكان موجودة في السويس فده جعل السنت عندك بيه عندك خمس مواني وعندك تلقاتكة وعندك المصانع وعندك جبلة جلالة وعندك السخنة عشان كده عشان كده سويس من زمان محافظة جذب لكل انحاء الكمورية نعم بيقى عندنا في السويس فده شكل نسيج مجتمع محترم كل الصفات الموجودة الإيجابية الموجودة في المحافظات كلها موجودة عندنا في السويس الحمد لله ومن هنا نشأت أجيال منتمية للسويس ووزورها سعيد أو بحيرة أو 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 ولكن من هنا ممكن تلاقي ان عندهم انتماء للوطن عندهم الولاء عندهم الدفاع وده حصل في 14 اكتوبر 73 ان شعب السويس دافع عن كرمة مصر كلها وافسد العدوان الإسرائيل اللي كان عاوز يخش محافظة السويس من هنا اللي انا عاوز أقول ان هذا العدد اللي قال الحج اسمعين ان فيه 17 محافظة بمسؤول السويس لو لكن احنا بنقول ايه الناس اللي هي خيرها ورجال الأعمال واذا كان بعض الشركات اللي موجودة على أرض السويس من خلال المسؤولية الاجتماعية ان هو يمد يده للبلد طب احنا محتاجين ايدي الوقت محتاجين كباري اه محتاجين كباري محتاجين انفاء محتاجين انفاء بالذات في في الطريق الجديد عندنا برضو عملية احلال وتجديد خط جنزير العمومي خط السادات وقفر حودة طبعا ده بتكلفة ملايين طبعا هناك شركة القرم للأولاد طبعا الحج قرم عوكيل حضرتك عارفه راجل محترم حاجة محترمة جدا هناك بيتم طبعا احلال وتجديد هناك خط الجنزير العمومي طبعا بارتفاع خمسة متر ونصر فطبعا امام حضرتك اهو على الشاشة زي ما احنا شايفين عندك هناك حاجة عظيمة المقولين النهاردة برضو بقوا بياخدوا العملية في سنة بيخلصوها في ست شهور ياخدوها مثلا في تسعة شهور يخلصوها في تلات شهور وده اللي تكلمنا عليه انا وحضرتك في الحلقات السابقة انا بحضرتك اهو على الشاشة طبعا قفرة حودة والسادات وعمر بن الخطاب والمناطق دي كانت تأم تأم من قصرة الصرف الصحي الناس هناك كانت برضو مظلومة ومحرومة ايو ايو يا خبال حضرتك النهاردة المحافز يعني شوف دخل قفرة حودة دخل الجناين دخل السادات دخل عمر يعني بص ارتفاع خمسة متر ونص زي ما شايف حضرتك شايف العمق قد ايه نعم علاق لحضرتك على الكلام ده والله ده حاجة عظيمة جدا نعم المناطق دي بيسموها مناطق عشوائية وفعلاً كانت نتيجة التوسع العمراني العشوائي بتوجد تجمعات سكنية وبعدين ليس لديها مصرف صحي او مياه او كهربا او رصف او 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 وطبعاً البيوت مبنية بدون تنظيم بدون خطوط تنظيم عشوائيات حتى يمكن سيد رئيس الجمهورية اهتم بالموضوع ده ويمكن انشأ مدينة الاسمارات ومدن الجديدية عملت واضع البيوت على العشوائيات فاحنا هنا يعني ماشيين في الاتجاهين اتجاه ان في تطوير العشوائيات الموجودة على ارض السويس وده اللي شاهدناه الفابوسيال وعرب المعمل ودلوقتي في امتداد بنطية الاحداث ومنطية عمر بن خطاب وشرق الاربعين كله لغاية قط الجنايد شايفين في تطوير للعشوائيات الموجودة هنا وده حق المواطن نعم يعني ده احنا بنواجه الشوك طبعا للوزير المحافظ ولكن دي مسئولية على الوزير المحافظ وسئولية على اي مسئول انه لازم يوصل خدمات المواطنين نعم ولكن احنا عاوزين نوضع حد لكلام ده بمعنى ان الدولة برضو يتهتم بعمل مربعات جديدة وتهيئ مناطي جديدة تكون صالحة للعمران زي ما قالت كانت فيه توجير سيد الرئيس الجمهورية ويدخال المرافق اليها ويمكن شوفت ان الكلام ده موجود في الدول زي السعودية انا شوفت مناطي هناك كبير جدا شاسعة بتخططها وفيها اعمدة انارة وفيها رصف الشوارع وعلى لسه مفيش ولا بيت اتبنى احنا عاوزين الكلام ده بقى تخصص مناطق اه للعمران التخطيط عمراني والتوسع العمراني المخطط عشان نحن نحد من العشوائيات نعم مسئوليتنا ان نحن نحد من العشوائيات وفي نفس الوقت اللي موجودة العشوائيات الحاليا بيتوصلها الخدمات المرافق وكهرباء وبصار فصاح الموية وكل ده فده منوجه رسالة شكر للسيد المحافظ ومنشكر طبعا الرسالي المقاول كل شغال في الكلام ده حاجة عظيمة جدا معوين كلها شغالين هناك حاجة محترمة بحيث ان يكون في جودة اما حاجة الجودة الواحد بقى فرحان جدا العملية بتتخذ هناك مثلا في عام ونصف يسلموها في ست شهور في عامين يسلموها مثلا في عام حاجة بقت محترمة والسويس النهاردة مبقتش بتاخد مسكنات في الصرف الصح الاول السويس كنا بنشوف الصرف الصح ده مرمي على الشوارع العمومية يجي لو ما افزا يعملوا حاجة مسكن من هنا تلاقي ضربة من ناحية التانية زي ما احنا شايفين امامنا اهو على الشاشة ومن خلال برنامج ساعدتك يعني برنامج الجريء ان انا برضو بوجه يعني رسالة للاهالي السويس والقيادات الطبيعية والموجودة في عرض السويس والسادة النواب السويس الموجودين حاليا او السابقين المناطق اللي هي محتاجة فعلا لخدمات ملحة واللي تهم المواطنين سواء في الصرف الصح او مية او اي خدمة من خدمات المرافق يتقدموا بها للسادة المزين المحافظ وفي نفس الوقت بحس ان السادة النواب ان بقى ايه نعمل زي المحافظات التانية اللي بقى بقى بصها لقى النائب او مجموعة النواب اللي بيبسينه المحافظة بيجيب خمسمائة مليون جنيه من بضلط الاسكان عشان الصرف الصحي عشان ينشئ محطة التحلية عشان ينشئ محطة جديدة للمياه انا عاوز الكلام بيتمي في السويس بقى يعني احنا كفاء بالمسكنات والعمال دي اللي عمال دي فرحانين بيشوف احنا فرحانين بيها دي لكن في بعض المحافظات لا دي ما تكلفش مثلا بول تلاتين ارتبعين خمسين مليون جنيه مثلا لكن في بعض المحافظات بيجي لها بالخمسمائة مليون جنيه عشان يعمل محطة صرف الصحي محترمة ويعمل محطة مية يعني مش عاوزين نضيع حد طبعا عندنا المهندس محمود زهرة رئيس قطاع الشركة القابضة شرب الصرف الصحي محطة السويس راجل شعلي اتنشاط والمجموع اللي معاه اي مشروع بتلاقيه واقف هو على رأس المشروع على رأس المشروع كده بتلاقيه واقف ما عندوش بقى ولا بدلة ولا قرفتة ولا الكلام ده انا بنشوفه صراحة راجل طبيعي والراجل متواضع ده حقوا على الهواء مغاشر الهندس محمود زهرة راجل محترم وعمل طفرة كبيرة في محافظ السويس في الصرف الصحي ما هو الشركة القابضة مشروع الصرف الصحي بتوفى الاعتمنات المالية نعم وفي نفس وقت فيها مهندزين من ابداء السويس كويس فى الايه فى السلام وبعدين بتطرح على المؤولين من ابداء السويس والواحد فرحان طبعا المؤولين من ابداء السويس بيشغل اولاد السويس اقول لك مفاجأ علي اهوه اقول لك مفاجأ علي اهوه احنا ولا مع اوضد ماشي احنا مع الصرح العام ما بنيجي نغطي كده الصرف الصحي واحنا ماشيين بكاميرتنا والكلام ده ده في مقاولين من اللي شغالين في السويس مش عاوزين بقى نقول اسم حد الناس بتبقى وغدة شغلانة وبتخلصها وبتسلمها ما بتقبطش المستخلص بتاعها وبتأخر لها بالسنة وبالتمن شهور وبالعشر شهور طب ايه السبب؟ السبب لان ده عنده ماء وعنده ولاء وابن البلد ما هو انت لما بتجيب من خارج السويس هيقولك عاوز فلوسها ايه على فوق لكن ده بينتظر وبيستنى لانه عنده انتماء للبلد نعم وبيتحمل ومن هنا احنا بنشكر لاي انسان بيشتغل في مجالات المرافق صرف الصح او مية او رصف او او انه يكون من ابناء السويس اولا بيشغل ابناء السويس وده احنا عاودين الكلام ده وفي نفس الوقت هو عنده انتماء للبلد ممكن يصبر ممكن يعني ينتظر لما يتم تدبير اعتماد مالي ممكن هو يتجاوز عن حقوقه برضه في جزء من ارباحه يعني الواحد بيشوف حاجات كويسة جدا من خلال المسؤولية الاجتماعية لكل مواطن شريف على الارض السويس عاوزين توعية بقى في جعيحة كورونا كده اه طبعا اللي من دول انا شاف فيه كلام يعني ان وباء الكورونا ربنا يعافينا منه ويا في شعب مصر منه وهي مصر محفوظة ان شاء الله بلقم بقبل الله ولكن اللي لا بد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقاية والكمامة طبعا والنظافة وان احنا الوقاية خير من العلاج زي ما بيتقال يعني فبطلوب ان كلنا نلتزم حتى يمكن برضو الواحد بيصعب عليه لما يقلق بس يجيب كمين ويمسكوا السوائين ويمسكوا الناس اللي جولوا على الاتوبيسات او العربيات والمقربصات ان هما مش لابسين الكمامة فبرضو عاودين كل يلتزم عشان يقين من شر هذا الوباء والحمد لله يمكن مصر اقل من الدول التانية هنشفين في امريكا ودول اوروبية يعني كميات ومعدلات رهيبة جدا في حالات الوفاة والاصابة احنا يمكن الحمد لله ربنا حفظنا لكن الوقاية مطلوبة والاجراءات الاحترازية مطلوبة خاصة في المدارس في الاماكن التجمعات في المساشفيات في المصالح الحكومية في الشركات كل يلتزم عشان نعد المرحلة على خير وان شاء الله بس يعني هو شهر او شهرين وبإذن الله ممكن هتنتعود المعدلات الطبعية وفي نفس الوقت احنا يدن تبني ويدن تحمل السلاح احنا برضو شغالين العمل شغال وزي ما قال توجهات رئيس الجمهورية ان العمل والعمل والعمل احنا شغالين بنعمل اجراءات احترازية بناخد بلنا من التوجهات فيه قلبنا على بلدنا قلبنا على بعض كل ده بيدي نوع من الامان والاستقرار ونعد المرحلة على خير ان شاء الله انا عاوز اسأل حضرتك على حاجة ليه الناس بقت بتسيب شغلها وكل واحد بينزل ياخد كاميرا بالتليفون وينزل في الشارع يقعد يصور يقولك انا محرر صحفي وانا صحفي وبيقعد يكتب على الفيسبوك بالنطق بتاعه التواصل الاجتماعي وبقت حاجة يعني غريبة ومش عارفين الناس احنا مش عارفين نشوف شغلنا يعني عما بننزل بكاميرا التلفزيون عاوزين نجيب المسؤول نسمع تصرحات للمسؤول نشوف المسؤول هيقول ايه عشان نوصل المعلومة بس هو ليس لك حاجة اتفضل هو في جانب ايجابي للتصوير من خلال الشباب او الناس اللي بتصور من خلال الكاميرات والجلس المحمول وكده يعني في جانب ايجابي ان هو بيبص على السلبية او بيصور السلبية وبينشرها فمن هنا بتلاقي المسؤول بيتحرك على طول سواء في بجال الصحة طب ليه المسؤول ما يشتغلش من غير الجانب اللي هو فين المتابع كلامك انت منطقي من المسؤول طبعا ما عندوش في اسبوك ما عندناش في اسبوك ما عندناش في مصر مش هنشتغل هنشتغل في متابعة ولكن كم المشاكل اليومية للمواطنين مش هغطيها المسؤول لوحده حتى او مربع سكنة او 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 ليه يمكن زمان من قبل عشر السنين كان في حاجة اسمها المحليات المحلية ودي منتشر على مستوى الجمهورية كانت يعني كان مجلس محلي للقرية مجلس محلي للحي مجلس محلي للمدينة مجلس محلي المحافظة تمام طب كم واحد كان بشغل على مستوى الجمهورية تلاتة وخمسين الف عضو مجلس محلي دول مهمتهم ايه مهمتهم رقابة رقابة على جهاز التنفيذي ده بيعاون بقى يعني نهاردة ممكن ان في اسبوكها بيعاون شوية لكن دول رقابة شعبية قانونية الدستور نص عليها واحنا علينا باع في موضوع المحليات يمكن دستور الفين واربعتاشر لما تحدث على ان ضرورة عودة المحليات من جديد تانى وان عودة اللامركزية بمعنى ايه اللامركزية ان الاقاليم والمحافظات يبقى عندها موارد ذاتية تمام يبقى عندها خطط للتنمية الذاتية تمام عشان يرفع العبء عن الوزارة وعن الحكومة المركزية انا ارفع انا دلوقتي لما احب اعمل مدرسة لازم اكلم الوزير المختص المحافظ يكلم مزير المختص عشان يكلم مزير المالية عشان يكلم رئيس الوزارة عشان يعتمد لي عشان يعمل مدرسة لقى دك في المركزية واللي نص على دستور العرب عام 2018 انه لا بد من التوسع في المركزية ان بايتاحة رفع العبء عن الحكومة المركزية ورفع العبء عنهم وفي نفس الوقت اتاحة التنمية داخل المحافظات ومن هنا بقى ممكن انا من خلال ميزانيتي في المحافظة اشوف الاحتياجات ايه بالضبط محتاج مدرسة محتاج فصول محتاج مستشفى محتاج وحدة صحية محتاج طريق محتاج انامي محتاج اردم يعني كل الحاجات دي بوفق المجالس المحلية بحط خططي عندي مواردي منفز فيه رقابة محلية من هنا ده ده التنمية المحلية اللي بتطالب بيها والان انا بقولك هابولك دايما ان احنا محتاجين فعلا بشكل سريع وبعد بس حقاق بتاع مجلس النواب اللي انتهى قريب الجولة اللي بتاعته فيه اعادة قريب ان شاء الله بندعو وبنأمل ان تعود المحليات من جديد تاني لان دي عصب الحياة ودي هي اللي بتبعيها دول اوروبا الدول الاوروبية دي كلها ايمع المحليات لان ما ينفعش ان المحافظ يعد عاوز الف عين عشان يبص ويتابع المحافظة وليس الحية عاوز الف عين عشان يبص لا من خلال اعضاء المجالس المحلية في المحافظة وفي الحية عندنا في السويس كمحافظة داتة مدينة واحدة ان هؤلاء يستطيعوا ان هم يبقى عيون للجهاز التنفيذي يعاونوا الجهاز التنفيذي يرقبوا الجهاز التنفيذي على اي فساد او اي بقر فساد عشان نرتقب ببلدنا على مستوى الجمهورية احنا محتاجين محليات قريب ان شاء الله وفي نفس الوقت بندهي الاحزاب السياسي الموجودة تعد كوادرها عشان ميجي ما نقول بقى عاوزين مجالس محلية ما نقولش مدور على فاقفين بقى اللي هيخش في اللي هيمثلني انا في السويس كمحافظة مسلا احنا الاحزاب احنا ولا مع او ضد لا طبعا انا متكلم على المستوى العام ولا مجلس الشعب ولا اي حاجة احنا على الحياد على الحياد التاب احنا بيكلم ايه هو الديمقراطية الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب لنفسه وبنفسه تمام من خلال ايه من خلال القانوات الشرعية هو الاحزاب دي هي مش قانوات شرعية قانوات شرعية نص عليها الدستور وقبال بانشاء الاحزاب وانشاء من خلال القانون بس الاحزاب كلها واحد ما فيش حاجة اسمها حزب قوي وحزب واحد طبعا واحد ولكن هو بتبقى نوع من الانشطة يعني بقى خضرات هنقول ايه تحيا مصر هنقول طبعا تحيا مصر ونحنا عاودين بصر ترتقي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر نعم تحيا مصر سويس ايه في المقدمة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله معنا في حلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله أنا سعيد بحضرتك جدا وشرفت ونوارت بس شهر برنامج الجريء ونشكر فريد الاعداد ونشكر القناة الصحة والجمال بتأدي الرسالة في كافة المجالات حاجة عظيمة جدا فخر لنا كخناة زي دي بترتخب الانسان المصري يعني شكرا فاند طبعا احنا بنقول اعداء النجاح اعداء الوطن مصر في المقدمة ان شاء الله مصر في الاحسن عندنا رئيس قوي عندنا قيادات تنفيذية وسيادية على اعلى مستوى وان شاء الله مصر في الاحسن والاحسن وتحيا مصر تحيا مصر وان شاء الله محافظتي اللي انا بحبها محافظة السويس قاطرة التنمية بلد الصمود بلد الابطال بلد البواسل بلد المصانع بلد الخمس مواني ان شاء الله في المقدمة واخر كلامي الله المستعان وخليكم معنا في حلقة قادمة واخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته